السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي. فيديو نهاردة ان شاء الله. هشرح فيه معكم طريقة عمل بندانة للشعر. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. وكمان تنول اعجب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط الصند. مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر. هتسألوني يا رندا ممكن نشتغل باي نوع خيط احنا حبينه. اه طبعا ممكن تشتغل باي نوع خيط انت حبا مع حجم الابرة المناسب للخيط اللي بتستخدمي. بسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي نعمل عقدة بداية وبعدها عدد سلاسل بداية. عدد سلاسل بداية اللي هنشتغلها هي ارتفاع البندانة. يعني الجزء اللي بيكون طول البندانة. اما المقاس اللي هو بيكون بيلتف حول الرأس. فهو بيكون عدد السطور اللي احنا بنشتغل. هسيب مسافة بسيطة من الخيط ولفو الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة. اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هنبتدي نرتفع اتناشر سلسلة وهزود عليهم كمان سلسلة. بس السلسلة الاخيرة هتكون مجرد سلسلة ارتفاع. عشان اشغل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بس حب الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. طيب البندانة لو اللي بيبي زغنطوطة. يعني بداية من سن تلات شهور ستة شهور سنة. هنبتدي نشتغل بست سلاسل وبالاضافة لسلسلة ارتفاعي يبقى سبعة. طيب اه اكتر من كده في العمر او الفاقة العمرية هتزاودي سلسلتين. كل ما بتزاودي في الفاقة العمرية بتزاودي سلسلتين. لغاية انا ما وصلت طبعا لاكبر مقاس عندي هيكون اتناشر سلسلة. حب بتكبري اكتر مفيش اي مشكلة. سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. طيب كده الطول البندانة اللي انا اشتغلته او هشتغله معكم النهاردة. بنيبتدي نرتفع سلسلة كمان وهي ارتفاع غرزة الحشو لان البندانة بعدنا النهاردة كلها بغرزة الحشو. هنشتغلها بطريقتين. غرزة الحشو في الحلقة الخلفية في الباكلو. وغرزة الحشو بشكل طبيعي تحت اه الضلعين اللي هو الامامي والخلف. ازاي بشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابر حلقة. بسيب بقى سلسلة الارتفاع وبروح للسلسلة رقم اتنين بالنسبالي. عندي هنا حلقة امامية وحلقة خلفية. انا عندي هنا ضلعين واحد اتنين. اللي قدام وشي مش هشتغل فيه. هدخل في الحلقة الخلفية. اهي. الباكلوب. اصحب الخيط واخرج. معي كده على الابرة. الحلقة اللي كانت موجودة عندي على الابرة. والحلقة اللي اصحبتها باسحب الخDavid واخرج من الاتنين. تاني مرة دي كده اول غرزة بالنسبالي. معي على الابرحلاء. الغرزة رقم اتنين اهي. فيها حلقة امامية اهي. بصوا يا بنات احاول اوضح لكم اكدى. دي كده? الحلقة الامامية. اللي انا مش اشتغل فيه. هسيبها واروح للحلقة الخلفية اللي انا باشتغل فيه. اسحب ادخل من تحت الحلقة الخلفية. اصحب الخيط واخرج. معي على الابرحلاتين بأسحب الخيط واخرج منا. وكل الغرز بتاعتي بأدخل في الحلقة الخلفية اصحب الخيط واخرج. لغاية ما في النهاية بيكون معايا اتناشر غرز. كده معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتناشر هنسحب بس معنا الخيط كده فوق ونشتغل اخر غرز. هبتدي ارتفع سلسلة هلف شغل الناحية التانية. مفروض ان انا بشتغل على الحلقة الخلفية. طيب انا محتاجة اخفي الخيط ده معايا. اسحبه معايا خلف الحلقة الخلفية. طبعا انا ارتفعت سلسلة بلف شغلي الناحية التانية. وهياخد خيط البداية معايا الفوق. هسيب الحلقة دي على الابرة وسلسلة اللي ارتفعتها مجرد سلسل الارتفاع. نبتدي تاني نشتغل كل شغلي في الجزء الاول من البندانة هتكون في الحلقة الخلفية. يعني انا عندي دي الغرزة اللي هشتغل عليها الاولى. في اغض العين الامامي اهو. بنرفع الحلقة الامامية كده بس مش بنشتغل فيه. هسيبها. وادخل فين في الحلقة الخلفية. وبضيف معايا الخيط اللي انا محتاجة ان انا اخفيه معايا ايه? تحت الخيط. واسحب الخيط وبخرج معايا على الابرة حلقتين. باسحب الخيط وبخرج منهم زي ما احنا شايفين بغرزة حشو الديد. فبالتالي انا كده اشتغلت على الحلقة ايه? الحلقة الخلفية عفوا هتتبقى معايا الحلقة الامامية برزة بالشكل ده. تاني غرزة. اهي. بشتغل كل الغرز بتاعتي في الحلقة الخلفية. اتنين. تلاتة. اربعة. بنحاول طبعا احنا الخيط بتكون لها اكتر من فتلة زي ما احنا شايفين مبرومة على اكتر من فتلة. فبحاول انها بدخل في كل الخيوط دي. وبضيف معايا بردك على الابرة زي ما قلنا مع بعض خيط الجديد. كده كان واحدة. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. عشرة. احداشر. اتناشر هتبصت لقول ان هي جاية بكيرف ميل ناخد بالنا منها. احنا تقريبا اشتغلنا الاتناشر نبتدي نعد تمام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. بالفعل احنا اشتغلنا الاتناشر. طيب الخيط بقى اللي تبقى معايا بعد ما انا اخفيته اي خيوط زهرة معايا هي. من خيوط البداية. هبتدي ان انا خلاص انا اضافها. انا كده اشتغلت عليها كفاية. ومش محتاجة منها حاجة تاني خلاص. طيب السطر اللي جاي وكل السطور اللي هنبتدي نشتغلها عبارة عن اني بارتفع سلسلة ارتفع غرزة الحشب. بلف شغل الناحية التانية. وابتدي انا عندي هنا حرف الدي اهو لكل الغرز. في حلقة امامية. كده اهي دي حلقة امامية. وفي حلقة خلفية. بشتغل في الباكلوب من الغرزة الموجودة قصادية. هسيب سلسلة الرتفع. هدخل دي او الغرزة بسيب الامامية واروح للخلفية. ارفعها على الابرة. وادخل من تحتها اشتغل غرزة الحشب. واحد. اتنين حاول اتنين. اجتميلي شغلك بالشكل ده كده يكون الضلعين قصادك بالزبط عشان خاطر تكون سهلة عليك ان انت بكل سهولة وبسرعة بتبتدي تشتغلي على الحلقة الخلفية. اكده عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اخر واحدة كرفها ميل شوية اتناشر. زي ما احنا شايفين. هيكون عندك سطر نازل سطر طالع فوق. سطر نازل سطر طالع فوق. كأنها حاجة عاملة كده زي الزجزاج. تمام? او شكل الاسدك لان الغرزة دي بتكون غرزة من الغرز المطاطة زي ما احنا ايه شايفين. بكمل بقى لغاية ما بوصل للدوران اللي انا محتاجها لحجم البندانة. البندانة تنفع او طبعا احنا نقدر نعملها الكافة الاعمار. بداية من بيبي حديس الولادة الى المرأة طبعا البلغ. هكمل انا السطور بتاعتي كلها لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجها وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني ودي قطعة كنت شغلاها بلون تاني زي ما احنا شايفين. الشكل ده نبتدي بقى نقفل القطع على بعضها. طريقة التقفيل هنقفل بغرزة المنزلقة. غرزة المنزلقة زي ما كلنا عارفين في الكورشي او حتى لو مش عارفين بنات الجودات هي ملهاش ارتفع. لكن انا في حالة ان بشتغل بغرزة المنزلقة انا برتفع سلسلة. طيب يا راندة السلسلة دي بترتفعيها ليه? عشان تسمح لي ان انا اشتغل بكل راحة من غير ما تكون الابرة او الخيط مشدود معي. تمام? هتدي انا هنا طبعا ده السطر اللي انا بشتغل فيه. مفروض ان انا كنت دايما بشتغل في الباكلوب في الحلقة الخلفية. لا انا هدخل. ممكن ادخل من تحت الضلعين على طول او ممكن ااخد ايه? الحلقة الامامية اللي هي الفرانتلوب. بدخل من هنا في الحلقة الامامية. والجزء الوقصادي في الحلقة اللي هي بقت معي بعد ما اشتغلت. لان انا كنت اشتغلت في الحلقة الخلفية فبالتالي بتكون مبرزة عندي هنا الحلقة الامامية قديني. هدخل. اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بقرر معي على الابرة حلقة. بدخل تحت الحلقة الامامية من الغرزة الوقصادي والحلقة اللي الخلفي اللي خلفي على طول مش الخلفية اللي خلفي انا اللي انا طبعا ايه آآ كنت سايبها اللي هي تعتبر كانت الامامية تمام يا بنات لان انا اشتغلت السطر الاول على الخلفية فبالتالي اللي اتبقت معايا المطب والامامية المطب ما بيكونش بارز اوي او واضح فبالتالي احنا بنشتغل على الحلقة الامامية بس لكن هي بتكون هي الحلقة الاقصادي فقط عشان ما تتعبوش نفسيكم وتعود تدورو نسحب الخيط ونخرج من تحت الحلقتين والحلقة اللي عندي على الابرة حلقة امامية والحلقة اللي اقصادي على طول من الجهة المقبلة ادخل طبعا تحت كل الخيوط اللي اقصادي واخرج من تحت الحلقات دي حلقة امامية والحلقة اللي وراية هاسحب الخيط واخرج من الحلقة التلاتة اللي عندي على الابرة طب ايه هم التلاتة يرند الحلقة الاساسية والحلقة الامامية من الجهة دي والحلقة الموجودة عندي في الجهة التانية هدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها. لغاية ما بخلص تقفيل الجزء ده خالص زي ما احنا شايفين. ممكن تقفلي على وش الشغل ممكن تقفلي على ظهر الشغل. نتيجة بتكون واحدة. الاخر غرزة عندي. وابتدي يقفل بالشكل ده. هسحب الخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب. انا الجزء اللي انا قفلته هتاخدوا بالكم ان هو بارس زي كل الاجزاء البرزة عندي فما فيش اي اختلاف. تمام? هو هو زي وزي بقيت ايه? البنداني. طيب في المرحلة دي هبتدي اسيب مسافة من الخيط واقص الخيط. طيب انا ست ليه المسافة دي كلها? هسحب بقى الخيط من عندي. انا كده كده سحبته من الحلقة بصوا انا بعد ما خلصت سحبته من الحلقة البقية عندي على الابرة بالشكل ده. بابرة التنظيف وهبتدي اخياته في الظهر هنا بابرة التنظيف. تمام? بس احنا بالوقتي مش في مرحلة تنظيف. فهنخلي التنظيف بعدين. طيب احنا محتاجين نعمل سهاختيه وراء كده عشان ايه? ما يكونش شكل واشو قدامكم. احنا بابرة تكون فاتحتها واسعة زي ابرة المنجد او قبرة التنظيف. بنبتدي نخياته ايه داخل الشغل. طيب بابتدي اعمل فيونكة. انا عم احتاجة اعمل فيونكة في المكان ده. تمام? شوفوا حجم الفيونكة اللي انتم محتاجينها هتكون عرضها قد ايه. لكن ارتفاع الفيونكة بيكون هو هو نفس عدد السلاسل اللي انا بارتفاعها للبندانة. هنسيب مسافة بسيطة من الخيط واللي في الخيط حال اعلى الهواء. عقدة بداية. عفوا. وبعد كده ببتدي ارتفاع آآ تلاتاشر سلسلة. احنا قلنا اتناشر منهم بنشتغل عليهم واحدة بتكون ارتفاع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر دي دول الغرز اللي هنشتغل عليه. تلاتاشر دي سلسلة ارتفاع مش بحسبها من العدد. طيب هنا انا السطر الاول بس لان هو بالتالي لما بنيجي نشتغل في السطر الاول انا بشتغل في الحلقة الخلفية. السطر الاول بس ببتدي اشتغل في الحلقة الخلفية زي البندانة نفسها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعيدة بعيدة لو سمحت. تسعة عشرة حدوشر. اتماشر. طيب. السطور اللي جاية كلها بغاية ماوصل للحجم طبعا الفيونكة او عرض الفيونكة برتفع سلسلة واليف شغل الناحية التانية. البندانة آآ نفسها انا كنت بشتغل في الحلقة الخلفية. لا الفيونكة بقى بتشتغليها تحت الضلعين. يعني انا كنت بشتغل في الحلقة الخلفية بس كنت بسيبي الامامية. اهي. نعدد بس ايه الصورة. بص يا بنات كنت بشتغل في الحلقة الخلفية. زي ما احنا شايفي. لا انا مش هشتغل في الحلقة الخلفية. انا محتاجة اشتغل تحت الحلقة تيه. يعني انا بسيب طبعا سلسلة الارتفاع وبدلا ما اشتغل في الباك لوب. لا. هرفع الضلعين على الابرة. انا عندي هنا. حلقة امامية الفرونت لوب والحلقة الخلفية. الضلعين معي يعني تحت الابرة. هدخل بقى اصحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين معي على الابرة حلقتين. باسحب الخيط واخرج من الحلقتين. تاني بقرر. الاول انا كنت بشتغل في البندانة في الحلقة الخلفية. لا مش هشتغل في الحلقة الخلفية. هشتغل من تحت ايه? الفراغ العادي اللي بيكون موجود معي تحت كل غرز. بدخل تحت الضلعين. وبيكونوا الضلعين موجودين معي على الابرة. الكاميرا مش عارفة ليه بتعمل زوم. لا كده مزبوطة. تمام. بدخل تحت الضلعين. الضلعين بيكونوا على الابرة. اسحب الخيط واخرج من تحت الضلعين. وبعد كده الاقي عندي حلقتين هاسحب الخيط واخرج منك. كده اتنين. وبكمل. تلاتة. تحت الفراغ لتحت الضلعين. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. بكرر سلسلة ارتفاع. بل في شغل الناحية التانية. وبردك بص يا بنات هتلاقوا الفراغات باينة قدامكم. فراغات الصغيرة دي. اهي. الاماكن الصغيرة اللي باينة دي. الفراغات دي. هي اللي بابتدى اشتغل عليه. بابتدى اشتغل بقى عدد السطور اللي انا محتاجها لغاية ماوصل لطول آآ فيونك اللي انا محتاجها. هشتغل عشرة خمستاشر عشرين سنتي. آآ يعني عشرين عفوا سطر. لغاية ماوصل لحجم الفيونكا وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين انا كده معيات نين اربعة ست تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر. واحد هنا واحدة يعني تمنتاشر سطر ممكن تشتغلوا لغاية عشرين سطر مفيش مشكلة. تمام يا بنات? هنبتدي بقى في نهاية آآ شغل بسيب مسافة من الخيط وبتدي وقص الخيط بتاعي. معلومة لو عندك مسلا الخيط خلص وهتبتدي تربطي خلي الرابطة دايما بتكون في الظهر بحيس ان يكون شغلك من قدام كله نظيف. هسحب بقى الخيط بالشكل ده. ابرت المنجد او ابرت التنظيف اللي هي طبعا بتكون فتحتها بتسمح بتقول الخيوط اللي هي السميكة دي. ابرت التنظيف على فكرة بتكون فتحتها اوسع من ابرت المنجد شوية كمان. بابتدي الضمها بالشكل ده. همشي. لغاية ما اوصل لمنتصف الشغل. كده تقريبا في المنتصف. هبتدي هدخل. انا مجرد بس ان انا هدخل من هنا لهنا بالشكل ده. عاوزة اضم الشغل بتاعي بشكل الفي يمكن. خلص انا مش محتاجة للابرة كل اللي انا محتاجاة ان الخيط بتاع بس نحاول نفرد الشغل زي ما احنا بنشوف بالشكل ده. هبتدي الفه. لغاية ما ايه. اربط الجزء ده زي ما احنا شايفين. طبعا انت ممكن تطوله. الخيط اكتر من كده وبعد كده هبتدي اسحبه من الخلف. من هنا وارجع اجيبه كده. وارجع تاني. ادخل واسحبه. خلص المهم ان انا بس ايه? اأكد على الشغل بتاعي. وببتدي هنا اهو. هضيفه. حبي انت خلوا الجزء اللي احنا طبعا اشتغلناه اللي هو قفلنا به في خلف البندانة ما فيش اي مشكلة. كده ماشي وكده ماشي. زي ما احنا شايفين. بجيبها بالشكل ده. وبالابرة وبالخيط هو هو نفس الخيط. هبتدي اخاية الجزء دوت واخاية الجزء ده. لكن بكده بتكون دي نهاية فكرتنا النهاردة او نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. بندانة سهلة وبسيطة. كل اللي استخدمناه فيها هي غرزة الحشر. لكن بطريقتين. ان انا مرة اشتغلت يعني تحت او خلف الحلقة الخلفية. ومرة اشتغلت تحت الضلعين الامامي والخلفي. بكده بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. اتمنى يكون سهلة وبسيطة عليكم. وكمان تنول اعجبكم. او الفكرة تكون سهلة وبسيطة عليكم. وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير واسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويه. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكمان ما تنسوش تطب وصفحتي على الفيسبوك. لو عندكم اي استفسارات اكتبوا لي وانا من عناية الاتنين وعلى رأسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.